اهلا بكم من جديد نتقل بكم الى ابرز الاخبار الرياضية حيث انهى منتخبنا الوطني تدريبه الاخير اليوم على استدي عمان الدولي استعدادا للمياجهة المصيرية امام الاوريغوي يوم غد الاربعاء ضمن الملحق العالمي المؤهل لكأس العالمي في البرازيل وخلال التدريبات التي شهدت التواجد جميع اللاعبين جرأ تركيز على الجانب البدني والتكتيكي للفريق واسدت خلالها الروح المعنوية المرتفعة رغم صعوبة المهمة التي اكد المدرب حسام حسن انها لن تكون مستحيدة وصلت مساء امس بعثة الاربعاء الى عمان قادمة من اسطنبول لملاقات منتخبنا الوطني واجرى المنتخب الاربعاني تدريبه الوحيد على ملعب المباراة بكافة نجومه وعلى رأسهم سواريز وكافاني يذكر ان البعثة التي وصلت تتكون من 46 شخصا حضيت باهتمام رسميا واعلاميا غير مسبوقة وذلك نظرا لأهمية المواجهة على المستوى العالمي كاس العالم تصل الاردن لاول مرة ضمن جولتها في الشرق الاوساط على همش الحملة الترويجية لمونديال البرازيل التي ستتنفس المنتخبات للحصول عليها وعقد مؤتمر صحفي الصباح اليوم بحضور الامير علي وجابرييل مدرب المنتخب الارجنتيني السابق بالاضافة لمندوب عن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا ويتم عرض لكأس اليوم في مدينة الحسين الرياضية وفي قصر الرياضة تحديدا لإعطاء فرصة للمواطنين الحاصلين على بطاقات خاصة تم توزيعها في وقت لاحق بمشاهدتها والتقاط الصور التذكارية معها أقل من 24 ساعة تفصل كرة القدم الأردنية عن المواجهة الأهم في تاريخها مع منتخب الأوروغوي ولا يخفى على أي منها صعوبة هذه المواجهة لكنها ليست مستحيلة فمنطق كرة القدم لا يعترف بهذه الكلاشيهات ولا شيء مستحيل في عالم المستديرة 180 دقيقة تفصل النشامة عن رفع علم الأردن في المدن البرازيلية والضغط كل الضغط يقع على عاتق المنتخب الضيف فإن خسرنا فالكل يجمع أن الإنجاز يفوق إمكانياتنا وإن فزنا فنحن نتغلب على رابع كأس العالم الماضية إذن هي المهمة التي ينظر إليها الأردنيون بكل شغف وآمال العرب كلها معلقة على النشامة فممثل عرب آسيا اليوم ممثلهم في المحفل العالمي غدا ويبقى التأهل مفتاح فرحة أردنية عربية طال انتظارها